قلت لكم المرة الماضية كيف أنهم كان المفروض أن تخرج في هذه اللي سماوها وداروا عليها كما يقال بالدرجة حيحاية كبيرة في قنوات العصابة وجرائدها ومواقعها كان يومها المفروض أن يخرج إضافة للاتهامات التي وجهت لإخواننا هؤلاء قد نشوفوا هذه الاتهامات باش نذكروا بإخواننا بلاك إضافة إلى هذه الاتهامات كان يومها باش يخرج رسميا اتهام النظام المغربي بأنه متورد وأن حركة رشاد على علاقة بالنظام المغربي وأنه متورد في محاولة ضرب الجزائر وضرب وحددها وضرب استقرارها والأمريكيين قالوا نحذروا الأمريكيين قالوا لهم خصوماتكم مع النظام المغربي يجب أن لا تتجاوز الحد الإعلامي بمعنى الذباب الإلكتروني بمعنى قنواتكم وذبابكم ومواقعكم وربما أيضا المغاربة يرد عليكم كما تفعلون لكن إياكم وتهمة رسمية عن طريق القضاء للمغرب لأن هذا سيعقد العلاقات بينكم وسيضع مشروعنا من قوسين الأمريكيين يقولون لهم مشروعنا في والسيكيريزاسيون يعني نشر السلم والأمن كما يسمونهم أي الاستعمار في الساحل سيضربه لأن المغرب سيرسل جنوده وأنتم سترسلون جنودكم أنتم كلكم رقم خدامين عندنا رقم خماسين عندنا فما تلعبوش في قضية المغرب في القضاء ابقوا برك في السياسة وفي جريد الشروق وجريد النهار وجريدة ما يسمى بالحياة وما شابههم أو الخبر وما شابههم ومرات تنتقل إلى بعض جريد فرانكوفونية لكن التركيز هو على الجريد المعربة لأن الجريد المعربة هي التي تبيع الأوهام أكثر والمقصود هم المعربين لأن الآن أغلبية شعب أو أغلبية الناس تقرب العربية فالمفروض أنها قالوا أنهم تخرجوش إلى اتهام المغرب قضائيا فتراجعوا عن ذلك لكن تهمهم لنا والإخواننا مثل قدر شويشة زوجته سعيد بذور وغيره باقية وأضفوا لها لعلك ما ضفتوا له أمس وأنا لا أريد ولا أحب أن أدافع لا عن أنفسنا ولكن فقط أحيانا تنضطر اضطرارا للتوضيح أمس جايبين في الشرور وفي قناة المامات هذه تسمى الحياة وفي الخبر مرة أخرى القنوات المعربة والجرائد المعربة وحديث أن رشاد وفلانس باسم شخصية ناقود وفد للذهاب إلى المغرب في نهاية ماي واللقاء بإسرائيليين ومن اشعار في لآخره الغريف الأمر أنها لا توجد في الجرائد المفرنصة لماذا؟ لأن في الجرائد المفرنصة سيادهم يقولوا لهم حبس 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 وش هك تقول وش هذا الهجوم على إسرائيل وهذا الهجوم على وأن رشاد عند علاقة بإسرائيل وبالنظام المغربي لا 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 هذا مش مقبول ما تمسوش في إسرائيل إطلاقا فما تصدرش لا بالإنجليزية ولا بالفرنسية تصدر بالجرائد المعربية معربة لبيع الأوهام والقنوات المعربة لبيع الأوهام للشعب نتحداكم اليوم وغدا نتحداكم أن تجدوا للأحرار داخل حركة رشاد وأتحدث ربما عموما باسم الأحرار جميعا أي علاقة مشبوهة مع دول أخرى أو أجهزة مخابرات أو ما يسمى بإسرائيل اللي بالمناسبة أضم صوتي للمنددين بإجرامها هذه الأيام في القدس وتعنيفها وتعذيبها وجرح حالي أكثر من مئتي فلسطيني منذ عدة أيام الفلسطينيين يدافعون عن أراضيهم وعن منازلهم وهناك قمع شديد وأوضاع متدهورة وكانت اليوم هناك على ما قالوا سواريخ من غزة والأوضاع هناك تزداد سوءا بالنسبة للفلسطينيين اللي يجدوا أنفسهم وحدهم في هذه الفترة لهذه العصابات التي تسمى عربية راهي متواطئة مباشرة علنا أو سرا مع العصبة والعصابة الصهيونية وطبعا على رأس هؤلاء دولة المسخ الإمارات ومجرم مصر السيسي والآخرين في السعودية هذا بن سلمان وغيره نحن أشرف مليون مرة من أن نضع أيدينا في أيدي جهات خارجية حتى ولو لم تكن معادية لأي شعب أو تحتل أي شعب فذلك أن نضع أيدينا مع الإسرائيليين نحن أشرف وأطهر وأنقع من أن تكون لنا علاقات مع أي دولة مع أي جهاز رسمي تحت أي ظرف تحت أي مسمى لأننا نعرف أن أي معارضة تجد نفسها مع دول ومع جهزة مخابرات تنتهي تخسر كل شيء تصبح في أيديهم عميلة لكن كذبكم وخداعكم ومكركم لا ينتهي لكن لا يصدقه إلا التافهين لا يصدقه أحد أنا شفت ردود الناس كان هناك إجماع على بعض وإن شفت في بعض المواقع على هذه القنوات القادرة كان هناك رد شديد والشعب سيرد عليكم كلما تأتيه الفرصة